نقول اسمك وإنما يعني أن تساهم في أن ينمو الشيء هل يجوز أو ينفع أو تصلح على المعادلة أن ينمو الشيء لما الانتماء قليل؟ شوف طول الوقت في انتماء، طول وقت في عطاء، طول الوقت في نشاط أنا بدي نظرتك تجاه شبابنا للإزدار والمراعية شوف للعلم لدينا مجموعة كبيرة من الطوائب نحكي عن أكثر من 300 طوائب طبعا في تباين الالتزام بس لدينا مجموعة كبيرة من الطوائب كتير لدرجة فترات نفكر كيف أنه في عبق يعني ضغط في مطوعين بدهم حدا يحكي معهم يشوفهم نحن نحكي مطوعين اللي هنا عن الشباب لأنه نحن نعتبرهم مجموعات تطوعية لدينا 28 مجموعة تطوعية شبابية وبالمناسبة لدينا الصبايا أكثر من الشباب والصبايا دايب أنا بحكي عندهم مسؤولية أكثر من الشباب سحيز على الشباب طبعا بس هذا واقع هذا واقع ومعظم اللجان اللي عندنا المسؤولة اللي أود لهاي ومعظم صبايا الإشي في تحكي لنظرة الشباب الشباب دونهم حدا يهتم فيهم حدا يصاحبهم يحكي معهم يسمعهم هذا أنا بحاول أو أدعي أني أمتلك هاي الأدوات طبعا هي شكل طراكم لأنه أنا كنت أشتغل مع الشباب بطول الوقت وأنا كنت أعضم أجلس طلبية ونشير في الشباب في الطلبة وفعل الجوانب حتى في العمل السياسي كنت دائما يعني أشتغل في الدوارن فيها أعمل طلاب وشباب شوف شوف إحنا بنشتغل مع شباب كتير ما حدا بدور عليهم أو ما حدا بدور عليهم ولا بسأل أو ببعد عنهم وذلك المشكلة اللي جي أنا مديش أرأي وجعه تحكي على فئة محددة يعم بتخطبها بشكل عام الشباب بيجوا هيك عندهم حركة ويبراكة في فترة تعرف شباب في السن مراهق إشي طبيعي يكون هيك ويشي طبيعي أنك أنت تحكي معهم وتشوفهم وتتحملهم وتوجههم هاي دورك كمؤسس هذا جزء من الأهداف تاعتنا إنه نصل للشباب ونشتغل مع الشباب ونصلهم إلى مرحلة يكونوا هني جزء من المجتمع عندهم انتماء وعطاء وعطاء عندهم تفكير كيف يكونوا مبادرين في تطوير مجتمعهم وأكتر الإشي دامي نحكي لهم إنه ما تركنوا على أي مؤسسة حكومة أو غير حكومة إنه هي بدها تطور لحالها إذا ما كانش في دور للمجتمع إنسى مين ما بده يكون يكون حتى الجيوش في العالم مش طول الوقت بتحارب الجيوش في الوقت بتكون يكنش يكونوا يبنوا ويكونوا يعملوا طبعا في الدول يعني أنا بعرفة يعني فأنت كمان يكون إلك دور وأنا دائما بحكي إنه لما إنت مثلا إتنظف الشارع من الوراق والزبايل مثلا بشي مش رح ترمي ورقة بعد وعندنا مثلا مشروع بيئة وايك وعلاقة مع الأرض في عندنا مشروع من هذا النوع بحكي لهم بزرع شجر بيخلع هاش كان فترة لما كان في تشجير في الناصر يجوا هالشبابة يخلعوا الشجر بيكسروا بعدها ينزرع مش مشكلة بس أنا بحكي لهم إنه بزرع شغل أو بعمل شغل بيدو مستحيل إيه آه فأنت عمليا بتعطي تزرع قيم وأسس كتير مهمة دائما بنحكي إحنا مش رح نغير المجتمع شو المجتمع يعني القصد مش رح نغير الناس في المجتمع مش رح نغير الناس في الناصر أهال الناصر وش رح نغيرهم بس إحنا نحاول مع الشباب والصباب نغير مفاهيم أكتر مجتمعية فيها رسائل إنسانية وخيرية وثقافية وشي أما مش رح نجي من السويد نستبدل شعب أبام شعب هادي الشعب الموجود طوار هو اشتغل معه طبعا لأنه هذا الشعب هو بيطلع منه كل إشي هذا الشعب بيطلع منه كل إشي يعني الخير فيه يعني أوكي ممكن في فترات إشي يكون أحساب إشي لكن هاي المراحل ما بتبضل شي طبعا لما بنحكي عن مدينة الناصر بنحكي عن كل المدن عطان كل العام ترجمة نانسي قنقر